اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حال وجود اي استفسار او استخدام ميزة نشكر استاد عبدالله الموالي لقبول اهداعاتنا لتقديم محاضرة اليوم. استاد عبدالله اهلا وسهلا بك. تفضل مشكرا. السلام عليكم شباب. شكرا استاد. طبعا انا عبدالله الموالي عبدالله كريم. اليوم اقدم لكم محاضرة على البيتو تاليو الدابلي ومس. البيتو الي هو البام بتصاريح العمل. وكافية الدارة في العمال بالسلامة. اكثر شي هذا منطلب بالحقول للنطبع. توباركم او التوم. اه ما عرف اذا اكو صوت يامكم تقدرون تكتبون اكو الصوت اه مستعد موجود صوت اه بالحقول ان نقطيع كلها اليوم ما تقدر تشتغل اذا ما اكو تصريح عمل عدك اذا ما اكو عدك ال ptw permit to work اهم شي بتصريح اهم شي تصريح العمل قبل ان تبدأ الشرع حفظ على السلامة للعمال الموجودين عندك حفظ على السلامة للغاية الموجودة عندك واعتقد دوائي منتكم شباب سامعين كورسات السلامة او مارين مرة عليكم كورسات السلامة بس مرة عليكم بصورة انو تقليدية خلينا نقولها ان شاء الله راح احاول اقدم لكم اليوم كورسات السلامة غير تقليدي اه خليكم تعيشون الواقع اللي نشوف احنا بالحقول النقطية لما نشتغل انا مشتغل بغير بالقرنة مشتغل برما للشمالية وحاليا برما للجنوبية بين الحقول الرئيسي اللي مشتغل به يعني وحاليا اللي هو البيبي والرو هما فينهم الرمالة الشمالية والجنوبية فشباب اهم شي تتعلمون البيتي دابليو والدابليو امس سواء كانت مهندس سواء كانت عامل سواء كانت موظف اداري هذن الشغلات لازم تعرفين مستحيل تقدر تبدي تشتغل بدون هذن مستحيل اه راح اقدم لكم مناهج انا موجودة عدي اه اداري هندي سواء محمد هو اضعت اعتقدكم جروب بالتلقرام او جروب بالواتساب فهو ينزل هنا لكم بس احاول انه ارجاع البيت احصل حاسفة ما تتع نزل هنا لكم تطلعون علي هنا شوية صراحة انه اللي تطلع اخليه يعني مو فش شي للدراسة او للحفظ ما تحتاجون اي شي للدراسة ما تحتاجون اي شي للحفظ الحاليا الشركات بستخدم السيستيم الالكتروني بالا بي تي دابليو كل الشركات ده تستخدم او كل المشغلين اللي حقول دايях يستخدمون البرامج الالكترونية بالا اللي نقول بالتصاريح العمل لان لصير ريكورد للتصاريح ما تلعامل اليوم انتين امشي بتصاريح العمل يكون كو ريكورد مثلا انت اليوم اشتغلت حق الغرب القرنة واحد خلي نقول بالمحطة السادسة صار عندكم حادث معين ريت ترجع للحادث انت هذا ممكن اباك كان البرمت ماتك ورقي تقدر تخفي البرمت بسرعة وقت ممكن راح بقعدك بس اللوكشيت اللو هو عبارة عن اكسل وتدريت بيه رقم البرمت وتدريت بيه لعمال ماتك وهذا ممكن انت هم تخفيه بسرعة السيستم الالكتروني حاليا دايز تخدموهم راح اطيكم التفلوب تقدرون تدخلون عليه وتجربون تسوي برامت واسويكم تقييم على البرمت اللي راح يسوي هك الشخصي سويت باسمه واسويكم تقييم عليهم فبين الشيالات الاساسيات اتعلموهم قبل لا تبدون دخلون اي حقل نفطي وان شاء الله ارفقكم بشهادات هميني لان انا يوفر ايض من غرب القرنة واحد انه اقدر اطيكم تدريبات واقدر اطيكم الجوازات يعني عندو فالمهم شباب بالنسبة اللي ما مالية تصاريح العمل فهنا يكو اربع تصاريح عمل رئيسية الجنرال والكريتكال وال الهوت وورك بيرمت. عاليا الهوت وورك بيرمت احنا مبتعدين عنا. مدى نستخدم شنو نستخدم الكريتكال. عاليا الكريتكال هو ده يشملهم كلهم. ده يشمل هواي تصاريح عمل. بالنسبة للتصاريح. لازم تحدد عنوالعمل موجود عندك. حتى على اساسها. تقدم تصريح. يعني اليوم ات بالبيت. تريد تصلح في الجهاز كهربائي. راح تروح صلحها مباشرة بدون لتاخف رأي والدك بدون لتاخف رأيي الشخص موجود بالبيت. تروح تبدي مباشرة. بس ما تعرف انه طبعا نزلت وممكن شخص ده يستخدم لابتوب وهذا مربوط على الكهرباء وتقاطعت عن الكهرباء ووقف الشغلة. ممكن انه اذا استغل بالكهرباء وشخص ثاني ما يدري بيك وسببت لساقك عربائي وما يدري. ممكن انت ده تستغل بالكهرباء وسببت ان نفسك ساقك عربائي وهم ما يدرون بيك. فهي هالفكرة من الورك بيرمت الفكرة من عنده انه انه لازم تطع علم للاشخاص الموجودين انه انا يا ابا راح اسوي هذا الشغل اليوم. فاتهم لازم تكونون على علم انه انا راح اسوي هذا الشغل. ليش يكونون على علم انه انه راح اسوي هذا الشغل? حتى ينتفادل اخطاء حتى انه تخلي اللي هو جايسة احنا نسميه. تقدم المخاطر الموجودة. تقدم البوابط اللي تحتاجها. فهذا العمل اللي تحتاجها التاليوم. مثلا ما تشتغل بالكهرباء فالكيد راح تحتاج هفوف عازلة. راح تحتاج سيفتي عازل. راح تحتاج خلي نقول درنا فيس فاحص لكهرباء. حتى تتاكد مني القطاب. لازم تقدم هن كلهن حتى الشخص المشروف عليك يعرف انه متقدم بصورة صحيحة. مبتعد عن الاخطاء. انت في هكي حالة بتعدت عنه هاي اقطاء. شباب يعني المحابرة اللي انا بلغتكم انه راح اعرفكم بصورة عامة. على البيتي دبليو والدبليو امس. يعني هاي بصورة عامة. ان شاء الله باطل راح ابدأ ادخلوا ياكم بصورة يعني عميقة بالمواضيع كلها. اه اللي اريد ان منعدكم اللي عندها حاسبة يتكون متهيئ. يهيئ الحاسبة ماتها حتى ندخل بالسيستم الالكتروني مباشرة لذا ابتعد عن السيستم الورقي. يعني السيستم الورقي حاليا بكل الحقول هو شبه متوقف. شبه الشركات تستخدمها. كلها قد تستخدم السيستم الالكتروني. اسرع. اكو ريكورد للسجلات. اكو ريكورد للبيتي دبليو. اكو ريكورد للانسيدت والاكسيدنت اللي صير بالحقول. فهي اهي الفكرة من من البيتي دبليو. والدبليو امس. كثير. لازم تتعلمون شلون تقدمون الجي اس اي. اهم شي اهم شي هو الجي اس اي. جوب سيفتين اللايسيس. يعني شلون انت اليوم تشتغل شغل. بزيرو حوالي. زيرو اكسيدنت. اوكي. شلون انا اريد اقدم اليوم اريد اصلى حافي النقطة مطل الكهرباء بس بدون ما اكسر النقطة بدون ما انت نروحي بدون ما اكثر على شخص موجود ثاني هنا. هذي كلا يسموها جاي اس اي. اللي هو جوب سيفتين الاسس. واحدة من الاشياء البرورية اللي لازم تعرفوها. انه حتى ما تقدر اليوم تاخذ بي تي دابليو ولا تقدر تتعلم البي تي دابليو هذا ما تعرف في الدابليو همس اللي هو الورك مانجمس سيفتي. او الورك مانجمس سيستم. فالتبع ان ان شاء الله تلازم تعرفهم حتى تقدر تبدي صورة صحيحة. فان شاء الله راح نذيركم ملفات. اولو انتو تطلعون عليها. تقرونها. ونبدي محاضرة باتر ان شاء الله بصورة عميقة ودقيقة. مواضيع بي تي دابليو. اللي عدة سؤال خلي حاولي كتبها حتى احنا نعرف نجاوب على الاسئلة اللي عدفت الاستفسار معين اللي عدفت طريقة معينة. اي شياتكم كتبوه حتى اقدر اجاوبكم معيها. اشتركوا في القناة شباب البرنامج اللي تحتاجونه حتى تبدون تشتغلونه هو مجرد انه متصفح جوجل كروم على على اللابتوب. ما تحتاجون اي برنامج ثاني. ما موقع الكتروني يعني. راح نستخدم الحاسوبات حتى علومكم شون تسوونه تصاريح العمل. تصاريح العمل قلت لكم تقريبا اغلب الحقول هزا بدت تبتعد عني الورقي. استعاد عني مستخدم تليفون او ما يصير? ال ايباد اوكي بس التليفون مزعج ولا راح تقدر تفتهم من عند اشيء يعني الواجهة الواجهة مت المتصفح حصلا كل الشبيرة. بها هواية شاء الله. ما تقدر تستخدم التليفون بها. الايباد ممكن يفيدك اي. اوكي استرى شكرا. بالنسبة الشباب اللي يسل على الدورات الواشة والايوش. صراحة انو هي. التأهلك تسلو بهذا المجال بس مو بقدر راح تتخلص الدورة راح تقرأ. راح تحصل الشهادة. الشهادة راح تحصل كلش سهلة. بس لما تدخل للموقع تشوف الوضع كلش مختلف. راح تشوف انو. مثلا انو السيستم اللي قاعد نشتغل به كلش مختلف عن الواشة الواشة ده تحتي بمكان ثاني. احنا بالعراق الواشة تحتي وين تحتي بامريكا تحتي ببريطانيا تحتي باوروبا هي والايوش. فانا يطوك المبادئ بس انت لازم شنو تتعلم تتعلم السيستم اللي ماشي هنا بالعراق. مثلا خل على سبيل المثال. حق الغرب القرية تشتغل لما تروح تقدم جيساي وتقدم او تقدم بيرمت خلي نقول البيرمت راح تحصله راح تسوي يعني لازم تدخل بتفاصيل لازم تدخل بتفاصيل الاعمال لازم تدخل بادقة تفاصيل. بينما بالرمالة لما تروح لكلايت الروك لما تقدم بيرمت مجرد تشرح بصورة عامة عن الاعمال ماتك وتقدم جيساي واحد فقط. ما تقدمك بالاضافة الى انو تلازم يومية تحبر لازم يومية تطي يعازات انو التباشر راح تشتغل لان هو تعرفون امكانها بتعرفون بغرب القرنة بالمجنون راح يبقى مفتوح اسبوع واحد. اما البرمت اه برو هو 14 يوم. شباب انا راح اسجل حضور علىها بالاساس واسوي لكم اختبار. الاختبار راح احطيكم بباجات ويسى جوازات. الباجات انو ما اتفبت انو تعدك البي تي دابليو ما اخف البي تي دابليو. الباجات هذي. انو راح اسوي لكم ايها انو معترف بها من الوودو جروب. اللي عرف الوودو جروب هي موجودة تستغل برو ميلة تستغل ويه توتل تستغل ويه شلو تستغل ويه بترو تشاين او واكسل موبل سابقا. يعني اليوم التهوية وظائف. يعني النصيحة لا تعتمدون على التعين الحكومي خاصة انتم مهندسة نفط. هندسة النفط التالي يوم تقدر تشتغل بي تي دابليو كوردينيتر. تقدر تشتغل مهندس سلامة بيتبارك. تعرف بالحقول وتعرف بالنفط اكثر من اي واحد ثاني. اه بال. يعني شون اشرح لكم. الهندسة هي عالم واسع كلش بالعمل. كل كل شي تكتر تشتغل. عكسوا هوايا جامعات. يعني انت اليوم من تدخل الهندسة راح تتعلم المفاهيم كلها بالعمل كلها لازم تتعلم تتعلمها كلها. سزاعراهم عرادي تدامجين التكنولوجيا الحديثه الذكال الصناعي على موضة البي تي دابليو المراقبة ما تي البي تي دابليو لانهم مستخدموا سيستم والسيستم ما بيتحكمون به من الامارات بسيربارات بالامارات وكناص مسؤولة عليها بالامارات وما بيتحكمهم به يعني موفد سيستم انو بالعراق هنا مشغولين. ياهو السيستم يعني بالامارات السيربارات مت. السيستم الروح. اتوقع. الاجولوجيا همي في ده. شوفوا تكل اليوم يعني دايش تغلون بي تي دابل وكوردينيتر. ما بتعرفون الكوردينيتر اللي هو يصر حلقة الوصل بين الكنتراكت. اه. وخريجين من هواي اقسام. خريج دار الاقتصاد. خريج معرف شنو. هو عد اللغة الانجليزية. عند المهارات الحاسبة. عند البي تي دابل يو. يروح يشتغل عادي. شباب الكورس هوا راح يكون اربعة ايام. انا راح افتح حاسبة. ان شاء الله باتر. وسألكم شير. ونبدي. نستخدمه. ان شاء الله شباب الباج مجاني يعني بدون انا مقابل. ببعض شباب النافس البي اي. البي اي برميلة اللي هو بيرمي توفرايز. بالغرب القرنة او بمجنون نسموها بي ات. بيرميت هولدر. صراحة هو شوف الشركات اغلب الشركات دا تستخدم النظام شنو. انو ما يجي الموظفين هواي. مثلا. اليوم هو عد مهندس. بالموقع دا يشتغل. فيقول عنا اليش اجي بيرميت هولدر او بي اي او بي ات. هو المهندس نفسه هذا. خلطيها بالجوازه هو موجود بالموقع موجود. لان تعرفون السيتم هناك. لازم من تشتغل لازم اكو شخص ما بيرميت هولدر لازم هو يكون موجود. موجود وين موجود بالسايت. لازم يبقى يراقب السايت. يبقى يراقب العمل. وين قاعد يمشي. شلون قاعد يواصل. مهندس السلام ايش قاعد يسوي. المهندس المدني ايش قاعد يسوي. العمر ايش قاعد يسوون. وسوي ريكود. وسوي التي بي تي ماتل. التي بي تي ويها التورك بوكس. يعني هنه هوايه هوايه شغلات. انا مقدر اختصر هن كل هنه لكم اليوم. راح اقدم هنه لكم معلومة ورا معلومة. ويوم ورا يوم. وان شاء الله هنه لكم راح تستفدون كل شو هوايه به هذي. وان شاء الله ما قصروا اياكم. التناقل للمسؤولين هو بشكل الكتروني ماكو شيء ماكو ايشي ورقي بالبيرمت حاليا عندنا نستخدم. مثلا يعني هسا بغرب القرناء او بالروميلر عندنا نستخدم البيرمت الالكتروني. انت كبيرمت لما تقدمه وكبيرمت كوردينيتر لما تقدم البيرمت ماتتك راح يسعد للالمن راح يسعد للبيرمت كوردينيتر اللي موجود فوقك اللي هو ماتريك لانت. البيرمت كوردينيتر يسوي عليها افرايز. النوب يسعد للمن يسعد للري اثاراتي. اللي اثاراتي هم يسوي عليها افرايز. يرجع المن للبي اي سي اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو بالعادة يكون المدراء الاقسامة مدراء المحطات اللي تستغلون بها. حسب المكان اللي ثم بيه هو يكون السباب التقييم مات الاختبار اه التقييم مات الشهادة حتى تحصلوها انو تعتبر نفسك مؤاهل او لا حتى تكون بيرمت غولدر اه اللي هو حسب كل شخص بالسيستم الالكتروني راح يكون يمي انو هاني اكسز ادخل اشوف منو مسوي بيرمت ومنو بيرمت متى بيرفكت على هذا الاساس. اه بالنسبة للشهادة اللي راح تاخذوها او الجواء اللي راح تاخذوها فهو حاليا يشتغل فقط بغرب القرنة واحد. بس هو مو مشكل انو يشتغل بغرب القرنة واحد بقدم انو هو تتعدك الخبرة وعدك انو هاذا لما تروح مثلا غير شركة روك لنفس السيستم سواء رميلة سواء غرب القرنة سواء مجنوك كلها سيستم واحد. الفرق بالاجراءات. يعني هاذا ممكن اجراءات تختلف عن هاذا الاجراءات. صادة تتبرمي الشباب انو هو اكو تقدمه للمسؤولين بالموقع حتى تابعون الاعمال ماتك حتى لايصر تعرف بالاعمال حتى لايصر حوادث حتى انو تحافظ على سلامتنا لما تحافظ على المقتلكات الموجودة. يعني مثلا اليوم لما تريد تشتغل بالمحطة خاني نقول ان تشتغل بالمحطة السابعة اللي هي بغرب القرنة واحد. محطات كبس الغاز. عبا سامعين بيها بمحطات كبس الغازك وبالمحط. بغرب القرنة تبدي من الساسة تصعد للثامنة. والتاسعة بالخيوط. لابن بداخل المحطات. كلها سبريترات و بيها هذه السلطات. وهو واي اتزا وهو واي تقنية وهو واي بايبات. تليوم لما تريد تشتغل بداخل المحطة خل نقول على سبيل المثال. صارت عندك عمال صيانة. عمال الصيانة ما تريد يقدر تروح تشتغل هيت منك ولكيفك. لازم تاخذ بي موافقة عمال الصيانة. زيان صارت عندك عمال صيانة على انبوب. وهاب الانبوب حي. فحتى ما تريد ما تقدر تروح مباشرة وتسوي كورت كارت للانبوب وتفتح الانبوب وخلص وهذه. وخليت النفط او الغاز يجريت بسرعة عامة. لازم تاخذ بي موافقة. لازم تبلغ بي الشركات. لازم. فهذه كلها عن طريق البيرمت. لازم تسوي بي عزل. لازم تعزل الانبوب مثلا حتى لا يصير اكو. ليك. لانت اليوم بدت عامل ويش شغلات كلش سيريس وكلش خطرة. نفس السيستيم يستخدم بشركات الشمال ببا بطل. لان هي الشركات تشتغل بالجنوب هي نفسها تشتغل بالشمال. بكل مكان تشتغل. شباب صدقوني اليوم. خليت طيكم فاد نصيحة مهمة. بانتبار ان انا مشتغل بالفيلت. شوفوا انا بالبداية كانت عدي شاهدات خير من الله. انا عدي شاهدات من امريكا يعني بالنفايرمنت. جامعة مونتانة. تمام. عدي شاهدات منها من العراق. اوش ايوش. نيبوش اي جي سي وان. باني الشاهدات كلهم مو مفيدات ابعدت ما تعرف. وتانا ان في لحبة ما كلهم مو مفيدات اليها. لان انا كنت ما عرف. لان انا كنت ما داخل موقع ما مشتغله بايدي. ما مشتغل ببيرمت ولا شايف البيرمت شلون صاير ولا عرف الكريتكال بيرمت. عقبت الشاهدات وابرت الامتحان ونجاحة بالامتحان. بس بالمقابلة ان انا ما اطبق. اه تاليوم تطبيق هو اهم شي. انا لما ارد اخليكم اطبقون. تالما اطبق اليوم تعرف لما تروح بالمقابلة وتسوي وسوي لك اه اختبار بالمقابلة. او نقول بالمقابلة سؤلوك شنو هو جي ساي. ماذا يتصف عن الجي ساي والجوب سيفتين شنو تسوي بالجي ساي. تسوي الاختار احدد الاختار احدد المخاطر راح تسوي لهم معالجات شنو المعالجات مالتهم. هاي فايته. لما يسي لك شنو الفرق بين الكريتكال والجنرال وورك بيرمت. فانت راح تعرف ان انت تعرض يمسوي واحد بيدك. فانت تعرف الفرق بيناتهم. مو في لما انا اجي اقل لك يا انو والله هالفرق بين هذا وهذا. ممكن المعلومة اليوم راح تبقى حافظها ممكن باتسل تنساها. بينما باما اشتغلها بيدك. لا ما راح تنساها راح تبقى مزروعة بدموك. وراح لما تدخله بموقع راح تبدي تشتغلتها بيدك. يعني انو هذا راح يخليك للعمل اكثر ما انو هو الشهادة تخليك المعرفة. اليوم شباب المعرفة اهم اهم شي. المعرفة بالحاسب المعرفة بالانجليزي. اشتغل عفوا في السؤال. الجواب حبيب. اشتغل الشغل يصير بالموقع يعني يعني بالتليفون لا بالموقع ناس. لا لا شباب عاليا نستخدم حاسباتنا حتى نتعرف على شون نسوي شون نسوي شون نسوي جي اس اي شلون ندير الاخطار والمخاطر وشون نحط معالجات. الشباب هو النظام الذي نستخدم احنا هو موقع الكتروني. انا هسا شوية وراح ادزلك. اراح ادزلكم هنا حتى تقدرون الدخلون عليها تشوفون الموقع الالكتروني. اشتغل اسمي الموقع جي اس اي. لا لا. جباب هستا قاعدة كتبه برسالة لكم تستفادوا من عنده. وهذا الباسورد ما تجوهه راح يكون. الباسورد بنسبة الباسورد صراحة الامانة ما متأكد من عنده خلات اكد من عنده يا الله. تم شوفوا هذا الباسورد فتح فهو يعني. الموقع الالكتروني هو اسمه ماكسيمو. ماكسيمو وكس وست كرنا وان. يعني هذي المعلومات سيوزنين باسورد. بابابط. تمام شكرا. تدلون شباب. بالاضافة شباب يعني بتردون انا مادي مشكلة تزلكم. اه ورقي تقدرون. تسحبونا بس مشكلة الورقي انه معفض اكثر من الكتروني. الكتروني سهل. فكرة الكتروني انه هو سهل وكل شي قدامك. يعني كل شي ات تريدك قدامك موجود. ما تقعد مكلي الورقي الورقي راح تقعد تصفن به اش هسوي هنا وش هسوي هنا. شباب خلي فد شوية. بابابط شباب هو الموقع هذا هو. لما تدخلونا علي باطر انا انا راح احاول اشوف اليوزر والباسورد. بابابط الورقي بوصف ما هو حتى الاكتروني هم بوصف. لازم هو يشوف الورك بيرميت لازم يكون بوصف. لا انت احنا ما تقدر تقول لهم يا بارد اشتغل. شنو تريد يشتغل. الوصف هي فكرة الوصف انه تريد تقول لهم انا رد اشتغل ببعض الشي. فهي هاي فكرة الوصف. لازم حتى بالاكتروني اكو وصف. بعدين احاول مثلا بعدتم اعتقدتكم راح ادز الرابط معطي الموقع احسن. اه وسوي لكم اه الوزر والباسورد ودزلككم احسن. اه عفواني السابع المقاطعة. بدا يا حبيبا. السابة اذا تسمح لي ما تكون سؤال الشخص المسؤول على ال بيرميت. زي من راح ينطيع اوامر? بالعادة اليوم كبيرميت هولدر لما تشتغل فاكيد تأكو شخص فوقك اللي هو مثلا خاينقول مهندس الموقع المهندس المسؤول عن المشروع. يقلك يا ابا مثلا انا الباتر اشلح هاي الشجرة المعينة. فريدك تسوي لي بيرميت شو هون اشلح هاي الشجرة? فتا اكيد راح تعرف انه قل لي اسطاف شنو يحتاج حتى نشلح هاي الشجرة. راح يقلك نحتاج مشار كهربائي. فتا على ها بالاساس قدم بيرميت بوصف انه قلع الشجرة معينة في المكان الفلاني. تحدد مكانها. وتحدد الادوات اللي راح تستخدمها بالقلع. وتحدد المخاطر من مالتها وتحدد المعالجات مالتها وترفاحها. جدا والله حليل يا شباب. استر عفوا الموقع ما جاي يدخل. مو مشكلة شباب بالنسبة للموقع باتر على المحافرات باتر انا راح ادز اه رابط هنا مالتها بالميتها معينة. ودز لكم الحساب والباسورد. حتى تقدروا اندخلوه. مو فاد مشكلة معينة. طرام استرى. شكرا. بس وانا كل البال انه اتتم عدتكم اخلا. موقع او فشي عدتكم قناة تليجرام او عدتكم قناة واتساب. اه. حتى مثلا نقدر اندز لكم بهالملفات لانا عندي هواية ملفات. هل دست هنالكم تستفادوا من اتسا. نعم استاذ ادنا قناة تليقا. تمام. دست هنالك محمد وهو بلقكم بيها. اشتازوه اللي رسلون على قروب العام. ببابا بطموم مشكلة انا بلغة وسهلة تدللون. شباب اهم شي اهم شي تتعلمون. صدقون اهم شي الانسان اليوم يتعلم. بالحقول النفطية ما يريدون واحد عنده شهادات. لا تفيدك شهادة هندسة ولا تفيدك شهادة علوم ولا تفيدك شهادة دكتورة ولا تفيدك شهادة ماجستير. بقى ما يفيدك انه تتعرف. الليوم لما تروح مقابلة يقولك تعرف على السيستم الفلاني. ما ما ريد اكتبها صافيا. لان انا بيوم اللي يعم نحطينا بهالمواقف احنا لما استغلنا نحطينا كل احنا بهالمواقف. بدخلنا السيستم معين ودخلنا النظام عمل معين كله جديد علينا. فكان الموضوع كل الصعب عليك. الان اتعلمنا وشفنا السيستم شون يشتغلوا من مكان مكان السيستم يختلف بس هو الفكرة نفسها هي الفكرة انه بالعمل كلها بالدابليو امس والبي تي دابليو هو كل نفس الشي هو كلها قد يقول لك شون تحافظ على سلامة الموظفين الموجودين عندك شون تحافظ على سلامة الاليات الموجودة شون تحافظ على المال العام. لا اكثر الاقل يعني انتم تشوفون الحوادفة قاعدة تصير. علينا الشركات الصينية داخلة مستفحلة بالبصرة وتستغل الشغل ما يهمهم اي شي غير انه الانتاجية. ما يهم سلامة موظفين ما يهمهم. فهذه الشي احنا بصراحة ان قاعد نحارب محاربة وياهم حتى نوقفهم. يعني نخلي حدود لهذا الموضوع. يعني اللي حد قبل اه ثلاثة ايام اه تي دي اس اه اعتقد اه بتعرفون تي دي اس اللي هو اه مريك بالحفر مريك بالحفر وقع على عامل وكتله. ما عرفوا النواباتهم مطلعين على هاي الاخبار او لا. قبل ها فترة انفجى الراس مالبير على عمال كنية كتلهم لان فاحص الغاز. مم ادي عمله. مواضيع السلامة شباب بها رواح ناس. يعني ابدا ما يستهان بيها. واليوم تدخل حقل نفطي قلت لك من عامل الى مدير قسم انت لازم تعرف منه. مستحيل انه تشتغلوا بمكان وتبني الشغلات ما تعرف منه. مستحيل. العفو استاد. بلي خليل. الموقع اللي جزيتنا يا هسانا في تحته قدامي. بس قالب استخدموا كلمة السر. هذا الموقع اللي هس احنا جاي نستخدمه هذا غرب القرنة صح لو لا. بفضبط عاشت ايدك. نقدر نستخدم باقي الحقول مثل الروميلا او. لا لا الروميلا نفس الشي. تمام. بس الموقع معنتهم يختلف. نفس الفكرة بس الموقع يختلف. هما يضطوني يا لو انا لازم ابحث عني. هما ليضطوك يا. اه تمام دي. سكرا. السعادة زيتك الاسم والباسورد جواه. ماكسيمو الاسم اسم المستخدم والباسورد جواه. بالله حاول بيهم. اعتقد يرح يفتحون. الموقع مفتوح يا ماكحاول بيهم. طي خبر. ايبا ما فتح تشوف واحد اثنين ثلاثة اربعة. ما يفتح. خلي شوف بلك يقدر اغير الباسورد لنوابة. ما الدبلوبمنت. اه راح ادزكم رابط ما الدبلوبمنت حتى تقدرون تدخلونا عليه. مو مشكلة شباب. خذوا حتر على باسورة. مو مشكلة شباب. انا باسور ان شاء الله اهم ادزوكم معي. يعني اكيد ما اخلح كميت محتارين بي. بس انا انه قلت بك انه يفتح لان حاليا انها طالع وما يعمل حاسبة. اه اليوم راتدها انه بس اعرفكم عن المخابرات اللي راح ناخدها شنوه. عالسيتم اللي راح نطبي شنوه. وباتر راح نطب جيب اكتر. ان شاء الله. وتتعلمون اكتر شباب. وارجع اقول لكم ترى هذا. جل قد ما تتعلم راح اشوف نفسك. جل قد ما تتعلم راح اشوف مو كافي. قد ما تاخذ معلومات مو كافية. جل قد ما تطور نفسك الموضوع مو كافي. الى ان توصل مرحلة من المراحل تتلقي نفسك ليد موضوع معين. والتلساتك بعدك تتعلم. ان شاء الله مقبلين على ايام حلوة والعقود شركات كلها. بدت تتوسع. تعطى لاخبة عقود عملاقة. ده تاخذ عقود عملاقة. كنت قاد تاخذ عقود. تاخذ عقود. هاي الشركات ها بيني شركات بريطانية شركات امريكية. يعني شركات عملاقة يعني شباب. حرامات انه احنا نشوف اليوم لما تدخل للشركات راح تشوفوا هواي ناس ما تعرف ده تشتغل. بس تعلمها. هواي ناس ما تعرف تشتغل ولي حد لها تشتغل. فعتم اه تسحوا السوق بمعرفتكم. مو تنتظر وتاخذ الشهادات. الشهادات والله مو كافية. فان شاء الله شباب نلتقيكم باتر بخير وسلامة. معرفة اعتقدها مع ساعة تسعة. شوف بيس ساعة باتر المحاضرة وسهلة. وبالنسبة للرابط انا اتدللكم. وراح اتدزلكم الملفات وتدللون شباب. دزلكم الملفات من بيهل اه بيرمت الورقي. حتى متطلعونا على اليوم مو فاد مشكلة. ممكن تختلف الواجهة ماتة من موقع الى موقع. من حقل الى حقل حسب المشغل الموجود هناك. بس انه بالنتيجة كل انه يدلل نفس السبب. كل هم نفس الفكرة. يشتغلون. تشرفنا الشباب واششاء الله يشوفكم باتر على خير وسلامة. وتوصل. شكوان الاكسداد على تخديم المحاضرة. شكوان للحضور. تسبحونا على خير جميع. تسبحونا على خير شباب. اشتركوا في القناة